خلونا مرة تانية نروح للطاقات الشبابية والفئات العمرية المختلفة في مدينة العالمين ومهرجان العالمين بكل فعلياته سواء رياضية ثقافية حفلات فنية وإزاي على الأرض قدرنا نحول المدينة لمدينة ذكية وجميلة ودائمة استكن طوال أيام العام زمنا محمود جميل لنا الأجواء مع ضيفه إبراهيم عبدالجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين الجديدة وزمنا طبعا إبراهيم وحاسس بكل اللي بيحصل سواء في الإعلام وإزاي بينقل أجواء المهرجان بفعالياته المختلفة أو هيقول لنا البرامج اللي لسه هتحصل في أيامه المتبقية لحد يوم 30 في الشهر صباح الخير عليك يا هبة وصباح الخير عليك يا مصطفى بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنصبح عليكم من أجمل المدن المصرية ومن أجمل الشواطئ الحقيقة اللي احنا موجودين فيها معاكم النهاردة في مدينة العالمين الجديدة بننقل لكم الحالة الحلوة المبهجة الجميلة في مدينة العالمين وفعاليات مهرجان العالمين الجديدة اللي الحقيقة ما بتنتهيش ومستمرة على مدار اليوم سواء الصبح بيكون عندنا فعاليات أو باللين ويمكن الحقيقة آخر الفعاليات دي كانت انبارح الخاصة بوزارة الثقافة والزيارة المهمة لوزير الثقافة بصحبة الأستاذ عمر الفئي وكمان كان عندنا بعض المبادرات زي المكاتب المتنقلة وحضور عدد كبير من الممثلين لوزارة الثقافة في فعاليات مختلفة بالإضافة ان احنا كان عندنا كمان زيارات مهمة لأسبوع اللي فات وعندنا الاسبوع ده بقى عدد كبير من الفعاليات اللي هتنطلق بقوة بس خلينا نعرف كل التفاصيل من ضيفي الزبيل العزيز إبراهيم عبدالجواد المتحدث الرسمي بسم مهرجان العالمين الجديدة صباح الخير عليك صباح الوردة محمود منور الدنيا بنا خليك يعني برحب بيك طبعا بيصبح عليك طبعا وكانت لسه هابا بتكلمنا في ان انت موجود وحاسس بكل الأجواء وعارف كمان أكيد الفعاليات اللي جاية بس خلينا أقولك بما ان احنا موجودين في أجمل الشواطئ وكنت لسه بتتكلم معايا من قبل الهوى وبقولك فيه تواجد كبير لأجانب فكان فيه ردود فعل للأجانب معاك قلنا هي ايه بص تعالى نشوف بهاء بعد إذنة خليك معنا كده لو تيجي بالكاميرا معلش هات الكاميرا هنا بص بص انت دي جايب معاك اهي دي أحلى ردود فعل للأجانب لايف هي مع حضراتكم أستاذ بهاء زي منا جابالكم دي أحلى حاجة ممكن ناخدها بص انت لما هتيجي هنا هتحس قد إيه انت فرحان ومبسوط السياحة دي الأجانب دول انت عمرك ما كنت بتلاقيهم في السحل الشمالي دي جلسة كنت بدردش أنا وانت قبل ما يعني نطلع على الهوى السحل الشمالي عمره مكان عمره مكان وجهة سياحية أو مقصد سياحي للأجانب أو للأوروبيين كان دايما مقصد سياحي لبعض أخواتنا وأهلنا في الخليج العربية وفي الدول العربية وحتى ما كانش بكثرة يعني النهاردة دا يا جماعة لانتوا شفتوه دا جزء دا كدر واحد بس من كم أجانب موجودين هنا بشكل كبير جدا عمر مكان السحل بالنسبة لهم وجهة سياحية يروحوا مسلا شرم الشيخ يروحوا الغرداء انت فجأة خليت السحرة دي المكان اللي كان سحرة دا بقى وجهة ومقصد سياحي لدول بتجيلك بقى من أوروبا شفت ناس من أوروبا شفت ناس من الفار إيست شفت ناس من كل حتة في الدنيا مية واربعة جنسية جم مدينة العالمين الجديدة خلال الفترة اللي فاتت والأهم والأحلى إن هم مستمتعين جدا أنا طول ما أنا ماشي عامل زي عارف أنت مفاتش الدرايب أقول لهم أنتو أخباركو إيه أنتو جايب منين طب أنتو مبسوطين الناس مبسوطة جدا مبورة جدا اللون المية دا والحلاوة دي دا أنت يعني عارف أنت الخلفية بتاعة الموبايل أنت قاعد في خلفية الموبايل دلوقتي فهم من كتر جمال المية اللي هم حتى كتير منهم يقولولي دا أحلى من المالديفز يمكن دا بيخلينا كابتن إبراهيم كل يوم بنشوف قد إيه رسالة المهرجان بتتحقق على أرض الواقع بجذب كل السياح والعدد كبير اللي كنت بتقول فيه مية واربعة جنسية بالمناسبة دي احنا كان عندنا زيارة الوزير السياحة وعدد كبير من سفرات دول العربية والأجربية وامبارح طبعا زيارة وزير الثقافة بالأضافة وزير الاستثمار وعدد المستثمرين شفت الزيارات دي إزاي وانت كنت موجود فيها وردود فعل الضيوف اللي كانوا موجودين سواء مستثمرين أو حتى أجل بص هاخد لك نقطة نقطة أول حاجة أنا بسطت جدا 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 بالكلام مع سيد شريف فتحي وزير السياحة والأثار لأننا غير الجولة الرسمية احنا عدنا نتكلم معه كتير ببرا الهوى راجل من الناس أنا كنت أول مرة تشرفه قبله راجل متفتح جدا دماغه مختلفة تماما فكره متطور عنده شكل من أشكال الحداثة في التفكير مختلفة تماما فعجبني جدا طريق التفكيره وعجبني دماغه وعجبني إزاي هو شايف العالمين وإزاي عايز يسوقها فدي حاجة ونسايد نوت كده على جنب بعيدة عن الزيارة الرسمية الحاجة التانية فكرة أن وزير السياح يكون موجود ومعه 13 أو 14 من سفراء الممثلين مسؤولين لبعض الدول العربية والأجنبية يمشوا هنا يبقوا موجودين على الأرض ويشوفوا الحاجات اللي موجودة واللي تعمل واللي تبنى أنت بتدي انطباع في منتهى التميز عن بلدك وعن اللي بيحصل على الأرض بلدك بتفتح أفاق للتعاون ما بينك وبين البلد دي لأن كل واحد فيهم هيقدر يتكلم مع الملحق التجاري اللي موجود معاه هيقدر يبقى فيه تواصل مع الشركات برا هيبقى عنده معلومات يقدر يقولها للناس اللي موجودة عنده في بلده فيقدر يدر عليك بعد كده نشاط سياحي يدر عليك بعد كده عملة صعبة وبالتالي يفيد الاقتصاد القومي عندنا ويفيد اقتصاد بلدنا الحاجة بقى الأهم حتى مع زيارة الأستاذ أحمد فؤاد هنو مبارح وزير الثقافة ومن قبليهم دكتورانيا المشاط وغيرهم وغيرهم من الوزراء اللي شرفونا ونوروا دكتورة مايا مرسي وغيرهم من الوزراء فكرة ان المسؤول يكون موجوده على الأرض ينزل هو يشوف بعينه اللي حاصل على الأرض ويشوف المشاكل ويشوف الإيجابيات ويشوف السلبيات ويتواصل مع الناس مباشرة وانت مثلا عندك مطعم هنا فيسألك انت ايه مشاكلك والتاني عنده محل والتالت عنده مول والربع عنده مش عارف ايه ويتواصل مع الناس ويفهم ايه مشاكلهم وايه التحديات اللي بتقابلهم عدم موجود حقل بين المسؤول وبين المواطن دي حاجة في منتهى الجمال اول حاجة بتخلي المواطن يحس بالمشاركة في المسؤولية يحس اننا وانت كتفنا في كتف بعض عشان ننجح الدنيا الحاجة التانية بتخلي المسؤول يعرف المعلومة بدون اي شوائب يعني بيخلي المسؤول يعرف المعلومة مجردة وبالتالي لما ييجي حلها خلاص هو نزل بعينه وشاف المشكلة عاملة ازاي فطريقة حلها واسلوب حلها بيبقى أسهل عليه فطبعا الزيارات بتاعت المسؤولين وزيارات الحكومة على أرض الواقع والمشاركة تعمى على أستاذ عمر الفئي رئيس الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية فكرة ان المسؤول يبقى موجود على الأرض دي حاجة في منتهى الجمال والتمايز ويمكن كلها رسائل جميلة مباشرة او غير مباشرة عمدينة العالمين الجديدة عايزك تقولي بقى ايه اللي منتظرنا من فعاليات جاية واحنا تقريبا دخلين على أسبوع قوي جدا لان احنا طبعا عندنا انطلاق نبتة عندنا مهرجان الطعام عندنا حفلات جاية كتير فقولي بقى ايه اللي جاي من فعاليات مهرجان العالمين احلى واجمل حاجة في العالمين عنوانين مهمين جدا الاتاحة والتنوع الاتاحة ان العالمين متاحة للجميع بمختلف الطبقات عايز حاجة بفلوس كتير موجودة عايز حاجة بفلوس متوسطة موجودة عايز حاجة بفلوس وليلة موجودة عايز حاجة من غير فلوس خالص دي الشاطئ المجانية زي المامشا زي كان ده برضو موجود فدي اول حاجة الحاجة الثانية التنوع التنوع سواء في المدينة نفسها المدينة فيها كل حاجة يعني فيها المكان اللي ممكن ترفع نفسك فيه فيها البحر فيها مسارح فيها منطقة رياضية فيها جمعات فيها ناس بتشتغل فيها كل هي مدينة هي مش مجرد فندق ولا بورجين ولا شاطئ هي مدينة متكملة وزاقت كده كمان بقى شد الخط على استقامته أحلى حاجة وديد ده اللي بحية عليه المسؤولين عن مهرجان العالمين والإدارة العليا للمهرجان العالمين فكرة إن المهرجان عامل حالة من حالات التنوع في كل فعلياته من سخفية رياضية فنية في كل حاجة تليق بكل الأزواء تنوع كبير طبعا موجود في كل الفعليات ودي السمة المميزة طبعا في مهرجان العامين الجديدة أنا بشكرك إبراهيب معلش آخر حاجة عايزين نقول لحضركوا إن عندنا حفلة للموسيقار الأسطوري عمر خيرت بصحبة صاحبة السعادة السزل الكبيرة والعظيمة السعاد يونيس يوم 22 هيكون واحد من أحلى وأجمل الفعاليات اللي موجودة إن شاء الله خلال الفترة جاء وغير طبعا حاجات تانية كتير جدا إن شاء الله كل يوم نبقى متابعين معاكوا على أهم الفعاليات شكرا جدا كابتر إبراهيب عبد الجواد المتحس الرسمي بسمه رجال العامين الجديدة شكرا شرفتنا وهنتابع معي كل الفعاليات بقى شكرا يا كابتر إبراهيب يعني زي ما شوفتك كده كل التفاصيل الخاصة بالفعاليات اللي جاية وحفل الموسيقار الكبير طبعا عمر خيرت شكرا لك محمود ويمكن مهرجان العالمين مازال مستمر عدد كبير جدا من الناس خلاص يعني بدأت تذهب من الساحل الشمالي مش مصريين بس سواء مصريين أو جنسيات أخرى وأعتقد أن الحفلات الفنية ساعدت في ده بشكل كبير جدا أنها تجذب عدد كبير جدا من الرؤات شكرا محمود شكرا إبراهيب